كشفت نقابة سائق الدراجات النارية عن تورط جهات مسؤولة عن إغراق العاصمة صنعاء بالدراجات المهربة مشيرة إلى أن هناك مسؤولين في الدولة وفي أمانة العاصمة محروفين يقفون وراء إغراق العاصمة صنعاء بالدراجات النارية غير المرخصة التي تأتي عبر منافذ التهريب تستخدم بعضها لتنفيذ أعمال إرهابية وأعلنت نقابة سائق الدراجات النارية في مؤتمر صحفي عقدته اليوم وبصنعها في طار حملة كفا ارحموا من في الأرض أعلنت براءة منتسبية النقابة من كل جرائم الجنائية والأمنية التي تستخدم فيها الدراجات مؤكدة إذا نتها شديدة لجرائم الاغتيالات مؤكدة في ذات الوقت عدم تبوت مسؤولية أي من منتسبية النقابة عن أي جريمة